قتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من خمسة وعشرين بينهم نسان وأطفال جراء هجوم إرهابي استهدف كنيسة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوبي باكستان وأوضحت الحكومة الباكستانية أن انتحاريين اثنين نفذ الهجوم حيث فجر انتحاريه الأول سترته الناسفة في مدخل الكنيسة بينما أطلق الآخر النار بشكل عشوائي على من كانوا داخل الكنيسة